اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالعكس اول ما رجع بيقولك في مسند الإمام أحمد بمسند المكيين حديث عبد الرحمن ابن شبل رضي الله عنه بيقول لنا ايه ثم قال ان الفصاق هم أهل النار قالوا يا رسول الله ومن الفصاق قال النساء يا سلام والرجال يعني مش فصاق مستغربوا قالوا له يا رسول الله النساء ازاي ألسنا أمهاتنا وبناتنا وإخوتنا قال لا بلى ولكنهن إذ أعطينا لم يشكرنا وإذ ابتلينا لم يصبرنا ده يعني البحر يحب الزيادة ما بيشكروش أبدا ما بيشكرش ولو جالهم ابتلاء ما بيصبروش ما بيصبروش بعيني الستات يعني أكتر يعني ده عندهم صبر عيوب فرسول الإسلام بيقول ايه الفصاق في النار مين يا عم الفصاق فهمنا قال لك النساء طب عندما تقول مثلا الفصاق دول كل الناس اللي هيا مش بتصبر أو مش بتشكر ده طب بين أمي وختي وبنتي قال لهم آه هم دولة هم دولة يعني الرسول بيقول على النساء المسلمات ايه إنهم فصاق وإن أكثر أحلى النار هم النساء برضو طب عارفة يا مارينة طب وإزاي المسلم يقبل على نفسه إنه يتقال على أمه هل المسلم يعرف الحديث ده أصلا يعني ما ده سؤال يعني أنت بيجي بيها بالأول آه المسأها بنعرفه وإحنا بنقوله بقى أنت تقبل على أمك إنها تتقالفة يا ثقة من الفصاق عالفة يا فصاق عالفة يا فصاق الفصاق دولة الفكرة لما كانوا بيروحوا ياسبوا على النساء في النساء لما كانوا بيطلعوا يطلعوا في الغائط وكده كان الشباب الفصاق الفصاق بيروحوا يعني يعملوا حاجات تحرش نخليها بالأدب كده يغتصبوا أو يتحرشوا بالنساء فصاق واحد فصاق وكان اسمها فصاق فصاق المدينة صح كده أنا فاكرة كده أيوة آه يعني النساء برضو من نفس الفصاق كل النساء قال لهم من الفصاق في النار قال لهم من طب هم هما من دول قال لهم النساء هو كده عمم شتيمة على عمم يعني كل النساء فصاق في النار طب هل زوجاته يعتبروا في صفاق هلستوا كأحد آه آه يعني النساء بتوعه مش فصاق مش من ضمن الستات يعني طيب عشان بس يعرفوا ان فيه شتيمة لأهليهم لأماتهم الرسول بيشتمهم في صورة البقرة 282 واستشهدوا شهدين من رجالكم فإلا ما يكون رجلين فرجل وامرأتين وامرأتين ممن تردون من الشهداء يعني اللي تردون منها ان تضل ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخر ده موضوع الشهادة شهادة شهود يعني للنساء بس الشهود دولة مش لكل حاجة يعني النساء دولة ليهم حاجة معينة بس يشهدوا فيها وكمان الشهادة دي تكون يعني مش هما لوحدهم كفاية لازم اذا كان رجل يعني الرجل واحد باتنين ستات طيب نشوف بقى التفسير اللي حسن يقولوا ان احنا اللي بنتكلم من نفسنا في تفسير ابن كسير قال ايه واستشهدوا شهيدين من رجلكم امر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوصيق يعني ايه مع الاستشهاد بالكتابة لزيادة التوصيق يعني الرجال برضو ممكن يعني ينسوا يغلطوا فإن لم يكون رجلين فرجل امرأتان يبقى الرجل الواحد باتنين ستات وهذا انما يكون في الاموال فقط وما يقصد به المال وانما اقيمت المرأتان مقام اخلينا في دي ايه بقى الشهادة الست شهادات نص شهادة في الاموال فقط في المعاملات فقط المعاملات المالية المعاملات المالية اما الحدود لا الست لا تشهد مع ان يا مارينا الست زاكرتها بالنسبة للراجل يعني دي حاجة ربنا عملها يعني الراجل بيهتم بجزء معين والست تهتم بتفاصيل احط كده يعني ده لابس كذا عمل كذا كذا كل التفاصيل دي ممكن تقولها لك وتعدها لك مرة واثنين وثلاثة الراجل لو سألتيه في التفاصيل طبيعي لو رأى أي راجل مسلم يشوف مراته بتتكلم في التفاصيل ازاي وهو ما مش ما ياخدش باله منه طيب وبعدين قال إنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان العقل المرأة يعني المرأة المسلمة تكرمها نقصان عقل يعني نقصان عقلها نقص عقل يعني الله خلق واحدة نقص عقل تخيلي ده اشتيمة في الله نفسه ازاي بتخلق حاجة نقصة المفروض الإنسان ده مخلوق على أكمل وجه يعني طيب كما قال مسلم في صحيح بعدين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال يا معشر النساء تصدقنا وكسرنا الاستغفار هو عايز فلوس تصدقنا وكسرنا الاستغفار فإني رأيتكم إنه أكسر أهل أهل النار يبقى إيه الحل للمسلمة إنها تصدق كتير وتكسر طبعا الفلوس اللي هتصدق بيها بايه هتروح في جبني رسول آه فهو بيقول لهم إيه أنتوا هتبقوا في أهل النار فإيه طيب وانتوا بيفكريني بالغواشة الست اللي كانت عندها غواشة دي فإني رأيتكم أكسر أهل النار فقالت إمرأة وما لنا يا رسول الله أكسر أهل النار ليه ليه بتقول علينا كده قالت تكسرنا اللعن وتكفرنا العشير يا فرحة مين اللعن والسباب اللي احنا تكلمنا عليه في حلقة السابقة آه مين يعني تكسرنا اللعن آه يبقى هو من أهل النار آه أغلب لذي لب من كنا يعني دي كده قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ها قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل أهو نقصة العقل فهذا نقصان العقل وتمكس الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين السؤال أولا هل عشان تعرفي إن رده مثالين الموضوع إنها تفطر في رمضان وتمكس الليالي لا تصلي عشان إيه الحيض طب والست الآيسة اللي مش هت هتقول لهم راه نقصة عقل يعني مدين فهي مهما كملت يعني هيا دلوقتي بتصلي ما هو بيقول يا مارين بص يا مارين هو السؤال بتقول له طيب نقصة العقل والدين ليه نقصة دين هم هذا نقصان العقل نقصان الدين بقى إنها هل المرأة اللي يس أنا فهمت أصدك آه ما هي لما بتصليش أيام الحيض بتصليهم من غير بتعوضهم ولا لأ لأ بس الصوم بتعوضهم يبقى لما بتصليش طول حياتها وتيجي لما تكبر هذا مهما صامت ما هي نقصة في الأول نقص عقل أنا أظن المحسوبين نقصين آه بس طب ما برضو في حاجة غلط أي العب من مين من الله من الرسول نفسه من الله أنت بتخليها تحيد ليه طيب ما أنت ممكن تخليها تخلف من غير حيد وتصلي وتصوم عادي آه إيه المشكلة مثلا يعني آه وبعدين يا فرحة أصلا أصلا المرأة المسلمة هو مناع هتصلي وتصوم في الحيد يعني إحنا عارفين إن إحنا أصلا الحيد دي حاجة بيولوجية طبيعية جدا الله عمل لا عمل كل حاجة في أكمل صورة وبعدين دي حاجة مش بتعبنا أصلا دي حاجة دي علامة من علامات اللي أنت هتخلي في أو لأ أو كده وحاجات كثير وهرمونات وحاجات كثير فإحنا بنصلي وبنصوم وبنروح الكنيسة عادي جدا لأن إحنا ما فيش ناش حاجة عيب يعني دي مش حاجة غلط ربنا مش أرفض مننا يعني إذا ما يكون علينا الحد لكن المرأة المسلمة أنت حقد يا ستة أنت نكسى تمسكيش الكرآن تمسكيهوش بإيدك لشان أنت حيد أنت حيد أنت كاكا حتى الكرآن ما تمسكوش ما تصليش عشان ربنا بيقرب فما عارض تفهميش وما تصومش أنا دور النقطة بتاعتي هل النقصة دين الست الايسة دي هل بتكتمل دينها بقى لا ما يعدل بقى كلامه ما تكتملش لأن هي طول حياتها ما بتصليش فترة الحد فهي ناقص فهي ناقص فهي ناقص في الماينس دايمة خلاص حتى لو بقيت يا إسة ما لا انتي برضو نقصة ما بتعنيش هتحاول بتعني هبتعني هلو أبدا انتي نفسك تصلاحينه أنا نفسي صلح له حاجة يعني طلع له حاجة عدلة ما تخفيش هو يعني مصمم بقى المرأة المسلمة لا أصعق لو الدين وهم فرحين بكده يعني ناقصاته إن عقل ودين عادي أصلاح ما بتصليش طب وإنت وإي زنبها إيه يعني ويقول لك العطفة العطفة المرأة هل الآية فيها عطفة لا فيها أي حاجة لا فيش هو بيقول لك عشان يعني العطفة الست انتي نكسة لا وعلى موضوع الشهادة عشان العطفة المرأة في الحدود عندي سؤال سؤال هل أنا مثلا إحنا الاتنين هاو فأنا أقول للي يا قادي دا سلفه مثلا معاملة أي معاملة من دفع خمسين جنيه تقول لي لا لا إمارين انتي ناسية دا دفع 60 هل القادي هيقبل الشهادة المفروض مختلفة إحنا الاتنين باي باي برا 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 هابت انتو هي تقول لك الناس أو القادي اسطنى رسيته على إيه افتكرتي افتكرتي القادي على طول إيه دا تضارب تضارب حيحصل تضارب لا لا أنا ناسية فكريني في حد أنا نقص عقل عيب عيب كلام بصراحة يعني إهانة للمرأة المسلمة بصراحة وإهانة والله نفس لا ما دا ربنا مش إله الحقيقي أيوة يعني لو هو دا الإله يبقى به نفسه صيبة خلينا نشوف كمان نساء 34 يتقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض يعني هو القوام وبما أنفقوا من أموالهم يعني لو هي اللي بتنفق هنقل بالآه فالصالحات قانتات حافظات لنغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعزهن وهجرهن في المضاجع وضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا دي الوقت يو بيقول لك إن الراجل هو القوام وعشان هو اللي بنفق فاللي أنت هتخاف من نشوصها تعمل لها إيه تعزها وبعد ما تعزوهن تهجرهن وبعدين تروح ضربها وهو متوقع أنت بعد ما تضربها هطيعك يعني ما يعرفش الست يعني أصلا طبيعة الست مش كده أصلا حتى لو كده طاعته مش هتكون برغبتها هتكون اختصاب هيبه اختصاب على طول آه هيكون بالإكراه وبعدين هتكون مستنية له في السواتير اللي بيعدين السطور والكياس والحاجات دي هتكون جهزة يعني مستنية الوقت يعني لأن مستحيل واحدة كبيرة عقلة نطجة هتقبل النجوز هيدرب مستحيل فنشوف التفسير عشان كمان الوقت ما يخدناش في تفسير القرطب بيقول ايه وروا ابن عباس وقال ايشدو هنة وساقن في بيتو هنة ومن قولهم يعني هما بيقول طبعا دي مراوح من دمن الأقوال قالت من قولهم هجر البعير قال ربط بالهجار بالهجار الحبل وهو حبل يشد به البعير وهو اختير الطبر يعني الطبر اختار الاختير ده تهجرهنة في المضاجع دي يعني تربطه اهو هذا موضع نظر وقد رد عليه القاضي ابو بكر ابن العربي في احكامه قال يا لها من هفوة متعالم بالقرآن والسنة والذي حمله على هذا التأويل حديث غريب طب ليه الطبري هما بيقولوا دي هفوة من الطبري بس ليه الطبري قال كده لان الطبري عنده حكاية قصة ودليل بيستند عليها انك تربطها وتضربها ايه هي ايه هي يقولك وهذا التأويل حديث غريب رواها ابن وهب عن مالك ان اسماء بنت ابي بكر الصديق امرأة الزبير ابن العوام كانت تخرج حتى عطبة في ذلك قال وعتب عليها وعلى ضراتها فعقد شعر واحدة بالاخرى ثم ضربهما ضربا شديدا يعني ربط شعر دي في دي دي في دي اه وقعد فيني وجعك وكانت الضر احسن اتقاء يعني ضرتها ضرتها كانت زكية شوي اه بتعرفتها وكانت اسماء لا تتقي الضرب فكان الضرب بها اكثر كان بينزل عليها الضرب العلقة تبقى شديدة عليها فشكت الى ابيها ابي بكر فقال لها اي بني اصبري عادي اتضربي مفيش مشكلة فان الزبير راجل صالح يا اللي بيدرب ده راجل صالح راجل كويس اوي خالص لعله ان يكون زوجك في الجنة يمكن يا اه احتمال هيتبعض عايزة تقول له ايه تقول له ملا زوجي ما نش عايزة دا كراني في الجواز اصلا فلعله يكون ايه زوجك في الجنة فيبقى اضربهن دي يقولك ايه ضرب خفيف بالسواك بالمشعر كل دا كلام فاضي دا كلام كلام فاضي كله ضرب يعني ضرب طب وفي حاجة هل المراس كمان يا مارين لا في المراس ليه تذكر مثل حظ الانساء ليه مثلا اه يعني يبقى الراجل مخلف تلت بنات تلقى العمام والمشعر فمين دخلوا ياخدوا معاهم بالزبط طب ليه انت عارفة دلوقتي يا فرحة في مصر بينقشوا ان انت من حقك او يعني كمسلم اكتب كل اعمالك لعيالك عشان محدش يدخل بالزبط بالزبط لان فيه اكحاف كده للعيال في حالة المراس وحاجة كمان يعني هم بيعديلوا عن ربنا المفروض على الله يعني هم بمش عاجبهم دا دا ليه على انهم مش عاجبهم القانون او الحكم اللي بيقولوا عليه من عند الله طب ودية يا مريض ودية المرأة نص دية المرأة نص دية الراجل يعني لو الراجل اتى المرأة بالحسب الشرع هو ما يقتلش هو يدفع ايه نص يدفع دية يعني وخلاص نص دية الراجل فالاسلام ما كرمش المرأة ولا حاجة المرأة في الاسلام من الفصاق نقصة العقل والدين يتضربوا يورسوا نص الراجل صحيح شهادتها نص شهادت الراجل وهلوم ما تجرب حاجات كتير فاحنا عايزين كده ايه يا فرحة نقول للمسلمين ايه نحطوا حطوا حطوا تكريم المرأة تحت المجهر وشوفوا هل فعلا الاسلام كرم المرأة ولا دي اشاعة كبيرة الاسلام اهان المرأة يعني المرأة في الاسلام فعلا مهانة وحطوا كلام الحلقة بتاعت النهار ده تحت المجهر وانتظرونا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة